السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا رب تكونوا بخير في فيديو نهاردة هنعمل ايس كريم بتعمل مانجا عايز اقولك انه طعمه جميل جدا المطة اللي فيه جميلة جدا زي ما انت شايفه كده طعم مجميل جدا ولازيز وكمان القوم بتعم مزبوط جدا ده ايس كريم جاهز كده بيجي من عند العطار بتخديه بتبدأ ان انت تعمله هنشوفه مع بعض الوقتي ده كده شكل الايس كريم بتاعنا كده بيجي به كده من عند العطار بيبقى سيب كده اضافاته بسيطة خالص مش يعني يبقى عليه الطعم اللي انت عايزا يعني اي طعم انت عايزها ببقى موجود كده جاهز كلeton ما كلام ده كده ايس كريم دين بتعمل منجا اول حاجة هجيب كده بقى وهنزل بقى ده حوالي كوباية من الايس كريم او كوباية من الخليط البودرة كده هنزل عليهم بمعلقة واحدة من الكريم شمتي وكمان عليهم كوباية وربعة كده من الحليب المسلج الكوباية بتاعت دي كوباية وربعة مش اللي هي كوباية الشاي العادية لقد هموج كبير شوية معيار بتاقيه كوباية وربعة. بعد كده نزلت عليهم بمعلاقة من السكر وبعد كده لو احتاجت السكر تاني او تحليل تاني هادف عليهم معلاقة من السكر كمان. او معلاقة من العسل. بعد كده هندرب الخليط بتاعنا ده كده لحد ما هنوصل للقوام بتاع الايس كريم. قوام الايس كريم بيبقى خفيف شوية عن قوام الكريم نشنطي. هاضرب كده ولو يحتاجت حليب هضيف له حليب مسلج تاني او مية مسلجة بس هو بالحليب طبعا بيبقى احلى كتير والطعم بتاعه الاز كتير هضرب كده فيه لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه زي ما واضح كده بالفيديو وزي ما قلتلك فيه جاهز جماعي الاطعم موجودة فيه بتعم الفراولة بالشوكولاتة زي ما انت عايزة اي اطعم انت عايزها تيبقى موجودة جاهزة كده بتاخدها بتبتقي ان انت تضربها على طول عايز اقولك ان فعلا كان لازلس جدا المطة بتاعته مصبوطة جدا جدا وطعم حلو ادي فيه لبقى انت الفواكه اللي انت حبها او اي حاجة انت حبها بيطلع معاك جميل هو كده القوام بتاعه مصبوط جدا بعد كده جبت علبة كده بالشكل ده كده علبة مستطيلة كده وهبدأ انزل فيها بالخليط بتاعك هنا انا كنت نسيت اضيف له القطع المنجة حبيت اعلي التست بتاعه كده هو كده طعم ملزيز جدا بس انا حبيت اعلي التست بتاعه كده فكان عندي شوية من المنجة اقطع طاعة كده مكعبات بالشكل ده كده المفوق انت اضيفت المنجة قبل ما صب الخليط بتاعنا كده في العيبة بس مش مشكلة بعد كده هضيف بقى مكعبات المنجة وهبدأ اقلبها كده في الخليط بتاعنا عايز اقول لك ان قطعة الايس كريم كده مع قطع المنجة تحفى بجد من طعمها لزيز جدا جدا وهو مسلق كده بيبقى رايب جدا جربيه كده لو انت لسه ما جربتهوش وزي ما قلتلك سهل كده وبسيط وكانت الكمية الايس كريم دي كانت الايس كريم والبودرة ده كان ب اتنين وعشرين جنيه وعمل كمية كويسة جدا زي ما انت شايفة تقدر يتحط في كبيات تعمليه اشكال زي ما انت عايزة هقلب كده بقى مكعبات المنجة في الايس كريم بتاعنا كده وبعد كده هنسويه وهغطيها بقى وهدخلها الفريزر بتقعد معاك بقى في الفريزر من ساعتين لثلاث ساعات يعني زي من حسب ما هتجمت معاك اول ما ابتدابسك معاك بتبدأ ان انت بقى تطلعيها هنا كنت تغططها بقى وهدخلها بقى الفريزر عندنا كده وهسيبها لحد ما تتمسق خالص وبعد كده هطلحها بقى معاكم بالشكل اللي انت شايفها كده كنت بقى خلاص طلعتها من الفريزر اتماسكت وبقت تمام جدا بعد كده بقى تطلعي بقى في بولة بقى في قباة عملي بقى الاشكال اللي انت عايزها ممكن تعملي مانجا وبرضو بتزيني بيه زي ما انت عايزة بس انا هنا استكفيت كده بمكعبات المانجا اللي متواجدة كده في الايس كريم بتاعنا كانت انا هنا بطلع بمعلاقة عادية معلاقة الايس كريم بتاعت الاسف كل ما بجيب واحدة بتتكسر مني فمش مشكلة اي حاجة بنعمل بيها بنطلع بيها وخلاص وده كده شايفة مكعبات المانجا بتاعته في جميلة جدا شكلها حلوة اقولك بجد طعمه لازيز جدا جدا انا كنت الاول مرة بجد بجد بجربه بس بجد خطير جدا جربيه لو انت لسه ما بجربتهوش وان شاء الله هيعجبك اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم ما تنساش اللايك للفيديو تشترك في القناة واتفع على الجرس عشان امنازل اي فيديو يجيلك اشعار بالفيديو الجديد ولو انت لسه ما جربتش الايس كريم الجاهز ده جربيه بجد خطير جدا بينجز معاك ومش بياخد منك وقت وبيجمد معاك بسرعة القوم بيطعب ببقى مصبوت جدا وطعمه لازيز جدا هشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته